بحضور 2433 مؤتمراً من مختلف تواجدات الجسم الوطني الصحراوي وكذا وفود أجنبية من مختلف دول العالم زكى المؤتمرون في المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليزاريو المنعقد بولاية الداخل بمخيمات اللاجئين رئاسة المؤتمر التي ستشرف على سير أشغاله وتضم اللجنة عبدالله الحبيب رئيساً وعضوية كل من محمد لمين البهالي حماد السلم الداف محمد الولي عكيك السنية حمد مرحبة منصور عمر بالله محمد فضل السيد كما تمت الموافقة على القانون الداخلي للمؤتمر من طرف المؤتمرين ومن المقرر أن يخلف الدبلوماسي الصحراوي إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليزاريو الراحل محمد عبدالعزيز بعد موافقة الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو عليه في ختام أشغال المؤتمر الاستثنائي غداً